مرحبا حضراتكم الفقرة الأخيرة اللي النهاردة هنتكلم فيها برضو مع دكتور دينا أو السعودة الفتنة المعتادة اللي بنستفيد حقيقي من كل حلقة لأن كل حلقة بنبقى نتكلم عن طوبيك مختلف النهاردة هنتكلم عن أهمية الفيتامينات للجسم وإيه أصلا أضرار بقى هنا نقص الفيتامينات للناس تقول لك يعني لو بنسبة معينة مش مهم ناس أصلا لا تلتفت لقياس الفيتامينات أو تعمل تشاك أب يعني الثقافة عندنا كده كتير بس دي ممكن تأدي بعد كده ليه حاجات كارثية وأضرار كارثية وأمراض أيضا كارثية ولا أنا غلطانة صباح الخير صباح الخير يا نهواند ازاي كلام ده مظبوط ولا مش علمي ولا لا أنت خلاص حافظة أنا والله أعمل دكتوراه بعد كده لا حقيقة ملف مهم لأن أنا بحس أن الفيتامينز في الجسم هي دي البنزين بتاع أي بني آدم يعني لو أنا في نقص عندي في أي فيتامين أو أكتر من واحد أنا ببقى مش فوعي ببقى مش في الباور بتاعي يعني ما مشكلة صح هو فعلا زي ما قلتي يا نهواند نقص الفيتامينات هتعمل مشاكل كبيرة جدا من أعراض نقص الفيتامينات مشكلة في المناعة نقص في المناعة تلاقي إن الست أو الراجل طول الوقت بيخشوا في التهابات في أدوار برد كل الحاجات دي نقص الفيتامينات يبقى نقص مناعة ونقص طاقة وباور لو أنا ما باخدش فيتامينز يوميا لأنه لازم أقول أن الفيتامينات الجسم لا ينتجها فلازم انتك اكسترنل من بره لو ما خدتش فيتامينز كل يوم هيبقى عندي كسر رهيب هيبقى عندي عدم طاقة عدم قدرة على التركيز ناس كتير عايزة تركز في شغلها الطلاب عايزين يركزوا في المواد بتاعتهم لو حصل نقص في الفيتامينز هيبقى نقص في التركيز ونقص في الطاقة وزي من قلت نقص في المناعة ونقص في عملية التمثيل الغذائي الحركة وكمان بالنسبة للسيدات هتلاقي شعرها بدأ يقع مدام ما عندهاش مرض برجع أقول مدام ما عندهاش مرض مناعي أو مرض في الغضة الدراقية أو مرض يقدي إلى تساقط الشعر لو عندها مشاكل في الكلا أو كده نقص الفيتامينز للسيدات هتلاقي شعرها بيقع وبشرتها شحبة مفيش نظارة مفيش الكلام فزي ما قلتي الفيتامينات هي بنزين الجسم طول الوقت أنا عايزة جسمي يبقى منعته قوية المناعة ده الجيش بتاعنا فعايزة يبقى منعتي قوية أخذ فيتامينات عايزة يبقى عندي صحة أخذ فيتامينات عايزة يبقى عندي قدرة على التركيز وعندي قدرة على النشاط وشعري ما يقعش وبشريتي تبقى نظارة يبقى لازم أخذ فيتاميز طيب لو حنروح بقى نتكلم عن الفيتامين بتاعنا وقلب طبعا مالتي فيت اللي سادة المشاهدين دلوقتي أصبحهم تابعينه وبيبقى عندهم كمان تساؤلات هنقولها يعني على مدار الحلقة قلب مالتي فيت ازاي ممكن انه هو يمد البني آدم أي شخص كان بقى كل الأعمار المختلفة بالفيتامينز اللي الجسم دي اللي بيحتاجها بدوزز معينة تخليني أقدر أننا برضو لو ما عنديش حاجة عضوية أننا حياتي تبقى زي ما بتقولي بتمديني بطاقة حتى لو ما أكلتش أكل سليم لا بس بيعود يعني خلينا نتكلم بالديتيل شوية لو هتكلم على قلب مالتي فيت أنا برشحه وبقوة لكل سادة المشاهدين اللي بتفرجوا علينا وزي ما شايفين دلوقتي على الشاشة ده شكل العبوة وبقول أن هو من أقوى المكاملات الغذائية ومن الأقوى المالتي فيتامينز الموجودة لأنه فيه مميزات كبيرة جدا أولا بقرس واحد من ألف مالتي فيت أنا عندي 13 عنصر 13 فيتامين ومعدن اللي احنا شايفينهم على الشاشة دلوقتي طبعا في المقام الأول الزنك الزنك مهم جدا لكل العمليات الحيوية في الجسم وأي خلايا عندي بتجدد في الجسم محتاجة زنك يوميا والزنك للمناعة وخصوبة الرجل وللشعر وللبشرة وللدوافر وللدم وقصاد ونحاس لأن الزنك بيشتغل مع النحاس وكمان شوفنا داخل ألفا مالتي فيت اللي بيميزه إنه ملم بمجموعة فيتامين به الكاملة كلها صعب قوي إن أنا أروح السيدالية أبعايزة فيتامين بي كومبليكس جميعا في قرس واحد ده اللي ميز ألفا مالتي فيت وفيتامين بي مهم جدا لعملية التمثيل الغذائي لقوة أعصابنا لقوة تركزنا لنشاطنا وكمان للبشرة ولإنتاج كورات الدم الحمر دي المميزات بتاعة ألفا مالتي فيت زي ما أنا قلت مناعة تمثيل غذائي من أقوى مضادات الأكسادة لأننا جسمنا بتعرض الأكسادة يوميا وبشرتنا وشعرنا بنتأكسد بنتأكسد للأسف يعني أصلا يعني أكسادة الأكسادة ده يعني ظهور الخلايا الحر زي مثلا لو أتكلم لو سبت طفاحة تفتحت مثلا لو سبت إيه الطفاحة وحطتيها برا بعد كم ساعة هتلاقيها بدأت لونها يبقى بني لأن تفاعل الأكسجين مع الخلايا بأكسد الأكسادة لو أنا ما فرملتش الأكسادة هيحصل لي مشاكل كبيرة جدا يمكن في دراسات اتعاملت العلاقة بين الخلايا الحرة والسرطان أن الخلايا الحرة بتخش على الخلايا السليمة وتتلفها لي وتعجزها لي بدري بدري وتخش عديا تتلف لي الخلايا فلازم طول الوقت أخذ أنتي أكسدنت عشان أمنع ده ده اللي هو موجود في إيه موجود في فيتامين إي داخل داخل ألب مالتي فيت فيتامين إي وفيتامين سي دول أقوى مضاد أكسادة هم اللي بيفضوا نفسهم هم اللي بيتأكسدوا وبيحموا لي الخلايا من الأكسادة كويس جدا فبرضو ألب مالتي فيت الأقوى والدعم كمضاد أكسادة وقالب مالتي فيت زي ما قلت يحتوي على فيتامين بي ويحتوي على زينك ويحتوي على فيتامين سي وأحب أطمن السادة المشاهدين أنه مرخص من هيئة سلامة الغذاء واخد الترخيص وموجودين في سلسلة سيدلات كبيرة دا يديني أمان بسي النقطة دي مهمة أن احنا كل مرة لازم نأكد عليها عشان حضراتكو برضو اللي عنده تقوفات وديه تقوفات مشروعة جدا وبرجو ده رجاء يعني شخصي أرجوكو محدش يشتري أي حاجة من تحت السلم يعني بنشوف على اليوتيوب دلوقتي مستحضرات التجميل وأدوية وفعلت من حاجات الناس تبعي حتقولك تعالي اشتري من عندي ده ربعون جنيه أدو لك باربعين نشعارفة يعني بجد صحتنا أهم من كم ميت جنيه ولا كم عشرة جنيه على الفكرة هو سعره أصلا مش يعني يعني مش عايز أقول سعره بس ما فيش الأرقام دي خالص سعره في متناول الجميع وسأنا بتكلم أن أنا بالفلوس اللي عايز أوفرها أنا بضمر جسمي وبضمر بشرتي بطريقة تانية فأتمنى من حضراتكو بعد إذنكم محدش يشتري غير من المنافذ الدكتور دينا قلت عليها لأن ده مهم جدا ولازم وكلامك صح مليون في المية وعجبني قوي كلامك لأن الصحة يعني مش option نحن الخاطر بيها اطلاقا وأأمن حاجة في العالم استيضالية إن كنت أخدت أي دوة مكمل غذائي كريمات البشرة كريمات الشعر سيرام الشعر مستيضالية أنت كده عارفة إن هي واخدت تصريح بتاعتها بلس اللي مش قادر ينزل استيضالية إحنا عندنا رقم الأقام دي فقط بتاعت الشركة الارقام دي بس بتاعتنا بلس إن عايز أقول السيدة السيادلة اللي بيسألوا على قلب مالتي فيت إحنا موجودين فيين إحنا موجودين في شركة توزيع كبيرة جدا الشركة المتحدة للسيادلة الشركة المتحدة للسيادلة دي المنفذ البيع بتاعنا بالنسبة للسيدة السيادلة اللي عايزين يوفروا قلب مالتي فيت داخل السيادلة للي بتاعتها ه Ost station دي نقطة برضو مهمة جدا بعاني من الموضوع ده زيها بالظبط. النورهان سامي بتقول ايه أسباب ظهور كدمات في الجسم ما بيكونش فيها واجعة. يعني أنا فعلا أوقاته على فكرة دي يقام من كتير بين البنات تحديدا بتسحي تلاقي حتة كدمات في جسمك في أمكان متفرقة. ممكن اللون هيبقى غامق شوية. ممكن اللون هيبقى مزرق. طب ايه الموضوع ده. وبعدين تروح وبعدين فجأة تلاقي الموضوع خلاص ممكن يبقى من أحد الأسباب نقص فيتامين سي. نقص فيتامين سي بيعمل ده. أهم حاجة نتطمن على الدورة الدموية ونتطمن على السيولة بتاعتنا صاحة. ونتطمن على معدل السكر في الدم. وقتها قدر أقول ممكن يبقى من أحد الأسباب نقص فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا كمان للتقام الجروح. يعني فيتامين سي مهم ساعات لما نيجي نخسل سنانة نلاقي دم بيبدأ ينزل من لسا. ممكن يبقى نتيجة نقص فيتامين سي. فيتامين سي عزيز امتصاص الحديد لأن الحديد لا يمتص المعدة بيبقى تقيل جدا على المعدة وبيبقى صعب تنتصاصه فلازم يتخذ معه مرش فيتامين سي فممكن يبقى من أحد الأسباب نقص فيتامين سي أنا عندي داخل ألف مولتي فيتامين سي خمسمية ميلي جرام أنا عندي لغاية ألف أخذ في ميلي جرام في اليوم طب لو سألتك مثلا هل الخمسمية إناف لحد بيعاني من المشكلة دي اللي هو نقص فيتامين سي ولا بيحتاج بلس الخمسمية ميلي جرام حاجة كمان خمسمية ميلي جرام إناف يعني ما عنديش مشكلة بس أنا ممكن لغاية ألف يعني لو عايز يزود الفيتامين سي موجود في الجوافة موجود في الطماطم موجود في البرتقان واللمون كل الحاجات دي على طول بقول أن المكملات الغذائية الأحسن أن احنا نغير برضو اللايف ستال بتاعنا يعني الأحسن أن احنا ناخد ألف مولتي فيت ونغير برضو طريقة أكلنا أن احنا نحاول أن نأكل مع الأكل خضار كفاية الكربوهايدريت مهمة جدا ما فيش حاجة اسمها أمنع رز ومقارونا تماما الجسم محتاج لو كربوهايدريت كربوهايدريت مهمة جدا لازم نشرب ماء كويس قوي برضو لازم ننام فترات كويسة بس مش زي بقى لأن أولو عزيم بقاوات بقول يعني أنا جاية هنا الدنيا أنا مكتر ما بعيش لا في ناس كتير زي خليوا يعني فدي برضو ليها طبعا أسباب كتيرة بس لأ يعني النوم اللي هو أقل هو فعلا تمانية ولا تقل لك لأ تنم من عشرة لتناشر ولا تنم من تمانية لعشرة ولا من ستة لثمانية تقل شرط سعي بحيش اتناشر سعي لا قلع ليه اتناشر سعي لا واضب ولا نشتغل امتا ونعيش الحياة امتا هنعيش امتا؟ هنعيش امتا؟ أنا عايش الحياة نايمة كده أنا جيت انام والله أنا مش حباتي لعليكو لا هو 8 ساعات حلوين قوي وخلي بني النوم بيجيب نوم يعني 12 ساعة ايه ده يعني ده أنا هصحى اتغدى ونام بس حسب السن يعني فيه ناس بتنام كتير لو هي مثلا سنها اكبر او صغيرة الاطفال ممكن لا هو 8 ساعات ده الايديل والايديل يبقى خلاص بالليل 11 نبقى خلاص نايمين أنا ما بحاول اعمل ده يعني أنا ممكن اكون بتأخر شوية بنام غاية الساعة واحدة اثنين بس ده مش حال ومحالتش قلدني ننام الساعة 11 نكون نايمين عشان بالليل بيحصل حاجة اسمها دي توكسيفيكيشن لجسم طرد السموم بالليل والخلايا المناعية وكرات الدم البيضة الجسم بيتحفز على انتاجها بالليل فلازم ننام 11 نبقى نايمين ما عندي شوية لهو الجسم بيعرف منين ان احنا بالليل والله دي بقى من عند ربنا شدي سؤال برضو طيب مهند سايد بيقول بحس ان فيه وخص في صوابعي من وقت للتاني واطراف صوابعي بتنمل كتير ده سببه ايه سببه نقص فيتامين بي كومبليكس فيتامين بي كومبليكس هو الداعم جدا للأعصاب ويريد برضو يتطمن على صورة الدم بتاعته ان الحديد وهو مجلوبين كويس اللي هو السي بي سي ده السي بي سي ان ما عنديش نقص في الحديد وياخد ألبا مالتي فيت لان كمان لو عنده نقص في الحديد بيستشير الدكتور بيدي له الدواء الحديد ويقدر يدعم تمان فيتامين سي بألبا مالتي فيت وبطمنه ان ألبا مالتي فيت زي ما احنا شايفين على الشاشة فيه كل مجموعة فيتامين بيه كومبليكس او فيتامين بيه الكاملة الداعمة جدا للأعصاب بس البرسنتج تاني ما عليش هسألك السؤال ده دكتور تينا البرسنتج او النسبة بتاعت كل فيتامين من الفيتامينز اللي في ألبا مالتي فيت كافية ان هي تدعمني به اللي انا محتاجه والهي اقل من الدوزز اللي انا محتاجاها اقل يعني هوند بنسبة بسيطة يعني الحلو في قلب مالتي بيت ان الدوزز ما ياخدوش ثلاث شهور ووقف هو الانتاج الكنسنتراشنز بتاعته تركيز بتاعه اقل عشان محملش عكلا لان هو الفيتامينزات بتاعته قبل الزوابان في الماء فما ينفعش قدي دوززز عالية قوي عشان كده بقول لستادة المشاهدين محدش يكتر اكتر من قرس واخدين التصريح بتاع هيئة سلامة الغذاء هو قرس واحد الاكسيد الزيادة منه بينزل في البول لكن مش هيحصل الاكسيد لان الكنسنتراشنز اقل بنسبة بسيطة من اللي مسموح به يوميا الكالسيوم بس اللي ممكن ادعم الكالسيوم ليه تحط 70 ميلي جرام كالسيوم كالسيوم مهم لتكوين خلايا العزام مهم 70 ده قليل انا محتاجة 1000 لان السبعين ده تمشي به لايف تايم ما ينفعش ان انا ازود نسبة الكالسيوم قوي ويحصل ترسيب الكالسيوم في الجسم ده خطر فالحلوة في قلب مالتيبيت انه 70 المصادر بتاعت الكالسيوم المكسرات البيض الالبان الزبادي البروكلي كمان دخلوا كالسيوم لكن كل البرسانتج التانية اقل بنسبة بسيطة جدا فده ده حاجة رائعة لقلب مالتيبيت هو في الاول وفي الاخر الموضوع برضو متحلق بيد طريق اكلي يعني ما ينفعش واحد برضو يبقى اكله كله كارثي اللي هو كله فيه ناس بتفتر فتة احنا بنفتر لحوم فيه ناس كده ده في العيد يمكن بس والله حتى ورر العيد يعان فيه ناس بتفتر لحوم عادي اكل الغدى مبارح طب يلا نفتره يعني صعب قوي الموضوع ده وعين تتغدى اكل كتير او تقيل وعين تتعاشى وتنام يعني اللايف ستايل ده مدمر للصحة فانت بقى ما تجيش بعد كل ده تقول لي اخد قلب مالتيبيت عشان يعني انت برضو مش بتساعد نفسك في الاول في الاخر كده لا كلامك صح طبعا ايه اللي نفتر لحم الصف ده يعني يعني كسفل في العيد اوكي لكن ده ده كتير قوي بعدين انا بقول الاسماك احسن من لحوم يعني يريد يبقى مرتين في الأسبوع اسماك الاسماك مليانة اوميجا ومليانة دهون صحية الجسم محتاجه هو بالنسبة للأسماك بقى عايز اقولك على حاجة سوري بالنسبة للحوم في ونقطة اتكلمتي فيها بكده بس لازم نركز عليها تاني اللحوم مهمة وكل حاجة لكن في ناس ما بتاكلهاش وانا منهم فدول الناس اللي زي مش شرط فيجنز بس اللي هم يعني ممكن يأكلوا فراخ بنوع معين ما بيأكلوش لحمة حمرة خالص حسب في ناس ما بتاكلش سمك خالص النوعية دي من الناس اعتقد هي اكتر فئة محتاجة فيتامين او مكمل غذائي طبعا طبعا مهم جدا لان انت عندك المصادر الحيوانية فيها الفيتامينز اكتر وفيها الحديد اكتر فطبعا الناس دي محتاجة جدا الفيتامينز بلس الناس اللي بتخش عمليات تكميم والقص المادة والتحويل المصار محتاجين طول الوقت لايف تايم فيتامينز كبار السن محتاجين فيتامينز السيدات الفوق الاربعين لا محال لازم تاخد فيتامينز لو هتكلم على الالبا مالتي فيت هو تمام من سن 13 سنة لكن الناس اللي انا قلت عليهم ده مهم جدا جدا الموضوع مش option بالنسبة لهم اللازم يمشوا على الالبا مالتي فيت وبطمنهم انه مرخص من نهاية سلامة الغذاء وبطمنهم انه ان احنا متواجدين في سلسلة صيدلات كبيرة مغطية كل محافظات مصر بلا استثناء طيب بصي السؤال ده متكرر معلش يا نهواند انا عايزة بس اقول على الصورة دي ده السادة السيادلة اللي بيسألوا احنا نجيب ألبا مالتي فيت فين لان بتلاقي سيدليات ممكن عملا يخشوا مش عارفين الدكتور السيدالي يجيب ألبا مالتي فيت فين فاحنا موجودين في الشركة المتحدة للسيدالي يعني اللي هي بعض السيداليات مش عارفة تحصل على أصدان الدواء بالزبط او سوري مكمل غداية فدي حاجة مهمة اقولها للسيدة السيادلة برضو يقدروا يحصلوا عليه من الشركة المتحدة للسيدالي كويس لا ده الموضوع انتشر الناس لتطلب على ألف مالتي فيت عالي قوي كنت عايزة اسألك ولا انا نسيت معاك يا نهوان لا نسيتي ألف مالتي فيت على طول صدقنا محتاجة والله أنا فعلا محتاجة جدا لا خليها نروح الناس اللي هي ممكن حد يجي يسألك السؤال ده كان متكرر أنا دلوقتي كيس قدامي عنده مرض مزمن تمام هو عنده مرض مزمن وتافر هو ايه هل يتعارض ألف مالتي فيت مع الأدوية اللي هيخدها أو مع الأمراض المزمنة إن جانرال ولا الدنيا مطمئنة عشان برضو النقطة دي كذا حد سأل الدنيا مطمئنة 100% بالعكس أنا بنصح جدا استخدام ألف مالتي فيت مع أصحاب الأمراض المزمنة ولا يتعارض إطلاقا مع أي دواء بالعكس ألف مالتي فيت داعم جدا للصحة وبيقدر يدعم كمان مستوى الكوليسترول لأن الكوليسترول ده أكسدة كوليسترول الجسم ده أكسدة الدون الضرة وبتتحول إلى كوليسترول فمع أدوية خفضة للكوليسترول بدعم جدا ألف مالتي فيت لا يتعارض مع مريض السكر سواء بياخد الإنسولين أو بياخد الأدوية المتعرفة عليها للسكر يقدر كمان ياخد ألف مالتي فيت لأنه بيزبط مستوى السكر في الدم هو لا يتعارض إطلاقا مع أي مريض كويس في بقى ناس عندها لابس ما بين المكامل الغذائي والدواء فمعليش نشرح للسادة المشاهدين الفرق عشان ألف مالتي فيت مش دواء يعني مش بيعالك حاجة هو مكمل غذائي عشان برضو ناس تقولك لا لا أنا أخاف من الأدوية أدي سمعتها قبل كده فنقطة مهمة ألف مالتي فيت ليس دواء إطلاقا ألف مالتي فيت هو داعم للصحة هو فيتامينات إحنا مش قادرين نقولها من الأكل بناخدها من قرص ألف مالتي فيت هو أكيد ألف مالتي فيت أو أي فيتامين ما بيعليكش أي مرض هو داعم للصحة فقط لغير كويس جدا يعني من الآخرة هولي نعمل نقطة طيب نحن نفضل معنا تريبا دقيقة فلو هنقول نصيحة للسادة المشاهدين خاصة بألف مالتي فيت 13 سنة لما هو فوق اللي هما مسموح لهم يعني أنهما ياخدوا هذا المكمل الغذائي تنصحيهم بإيه علشان الحياة تبقى صحيا أفضل أو زي ما بيقول أستثمر في صحيتي بنصحهم أنهما يستخدموا ألف مالتي فيت هيتبستوا منه جدا بنصحهم لهم زي ما قلت أنا هواد نغير طريقة الأكل بتاعتنا بنصحهم لهم يقدروا يدعموا الصحة النفسية بتاعتهم نقطة مهمة الاسترس دا أول ما الكورتيزول بيعلى كل الهرمونات بتتلقبط نشرب مياه كويس قوي نقلل بقدر الإمكان كمية السكرية اللي من أكلها في اليوم دا مهم قوي نقلل المياه الغذية برضو مهم قوي ويستخدموا ألف مالتي فيت هو مش 3-4 إقراس في اليوم هو قرس واحد فقط مش ما نقطرش منه هناخدوا إمتى الصبح بعد الفطار بالنسبة للرياضيين أكيد منصحهم من هما ياخدوه قبل التمرين بساعة بسيكونوا واكلين يعني على كوباية مياه كبيرة كويس جداً دي نقاط مهمة وفي نفس الوقت تاني هو مش دواء هو مكمل غذائي فبيفضل أنه هو يبقى فيه استمرارية كمان الموضوع ما فيهوش كثورة أنه أنا أخده فترة ووقف لا بالعكس كل ما هتاخده كل ما أكيد هيفيدك أكثر طبعا روارسينا بقى والله حبيب تقلبي مرسينا هوا لا وحنشوفك أكيد تاني لأن كل حلقة بملف مختلف أكيد برضو بيهم حضراتكم أنا أشكركم جداً على الحلقة النهاردة نشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة وربنا بقى يسهلها في الأيام اللي جاية دي على المشاكل اللي عندنا تنتهي وربنا يعني يكرمنا النهاردة في الماتش ويوم إن شاء الله التلاتة الجاي المنتخب يعني خير خير بإذننا نشوفكم بكرة على خير